موها شيري بس حابة جاسي نفلور با نفل باكم سا شيري جسوي مالغ سان فغي يا شيري مرسي اوي تفضلوا كل يومي عادي علي أصعب من القابل من يوم ما دفنته حسيت ان انا دفنته معا بعد الشارع عليك يا موهجا مش معقولها تبدل اتعاطي عليه بقيت عمرك تيف حس شبابك وعلف الرجل بقيت منوكي بس تعرف يا عطايا اللي يرحمه كان واطي واطي اوي ما سابش واحدة من أصحابي دول محاولش معاها كتير اوي كنت اقفش وبيلعب في مناخيره اقول له بتعمل ايه عطايا يقول لي بتسلم وكتير اوي اوي كان بيتلعله دمامي يعودي فعص فيهم يفعص فيهم لما تتفاس يحط اسبعه في بوق ليعمل صوت بشع وهو بياد كنت برجع لكن انا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات حافظ المخلصة له بقيت عمري كله بس تعرفي بقى بقيت عمري بقيت عمري بقيت عمري بقيت عمري شكرا قال له ودايمنا وما تنسيش كمان ان المرحوم ميته وما تجينه مئة مليون جنيه والراجل مجرانتياز بتاحته ما فتحش بقه لغاية دلوقت وعلى فكرة جايب للكوليديامون يجنن يجنن سينيه بالدغي تعرفي؟ انا ظلامت اللطفي معايا ياريت تبلغين انا بكنله كل احتراق ايه دل متل تتعملو ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك فرق عزة؟ لا في الكاسة الشيب ده بسرعة بسرعة حاضر ما جدش راح فين يا راجل؟ خلاص ما اعماشي بقولك ايه؟ على بل ما اضطرها الستات دول انا حاصل لغاية لوت فيه وعلى بل ما اجيه وبقى تقلح الفسان ليسويت ده فهموا؟ لا احضر نهائي احضر منام باي يا روح مواه باي موسيقى 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 المترجم للقناة 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 بانوية بانوية رافض عناية أباشر ألتني بقى الزازة تانية عشان الشكل القاعدة كده حتطول شوية عناية أباشر لانوية أباشر سيادتك يعني ممكن قبل ما تبشي أخل معك صورة هاوي أجيب الموبايل من جوقه هاوي لا خريب عقلك التاطا سنة ميت وتجي للجيم هاهاهاهاي هاهاها هل نتكلم كلمتين حلوين مع بعض ها؟ احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود انا بقى في المود خدي بقى الشاب الكوبادي عشان بقى احنا الاتنين في المود واحد نعرف نتكلم مع بعض مش تفحى الزفت بقى انا ده عايز ايه؟ شويت بقى باشا باسترمى على شوية جبنا على شويت لان شون يستهلوا بقى كباشا مفيش الزتونية مخليلة كده على مزاجك يا سلامة باشا حلمية الزتون تكون عندك حالا ما تجيبش حاجة يا زفت اطلب لك البوريس ولا هتتكلم؟ بقى انا مش عارف اتكلم انت عالصادية كده تعالي عودي عودي كده ولو وايه عشان نعرف نتكلم مع بعض انا محسن هندوي صاحب هندوي جروب اول واكبر مجموعة عالصادية في الشرق الوسط شويت زتون بقى باشا يستهلوا بقى لمونة مع صفارة بقى كده على مزاجك ها؟ يا سلامة باشا كبري اللمون ما تجيبش حاجة يا زفت الوضع قد عود اخيرا مهجة وفقت علي ياه انا مش مزدق نفسي انا ما قلتش انها وفقت يا لطفي لكن يعني بالغيزة بتاعتي الانسوية وباعتباري ست بافهم اقدر اقولك ان مهجة بتموت فيك ازاي؟ مهجة انسانة مش عادية يعني ست زيها اللي تقتلع نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جزها وترفض كل المغريات ده بقى اكيد معجزة هو ده بقى اللي مخليني مش عايزة افرط فيها اوكي يا محسن بيه صدقني انا اول مرة اعرف ان المرحوم كان مش هارك حد في الفيلة وعلى كل ان سيب لي نمر تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتسل بيك اه طب والفلوس فلوس ايه؟ السبع مليون دول برضو ما عندكش فكرة عنهم مش حضرتك مضي عشكاد دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر بس ديني اسبوع عشرة يام احضر لك المبلغ طايف قد احنا قاعدين هنا اسبوع ولا عشرة ايام لحد ما تجهزي نفسك تقعد فين؟ انت تجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تجتمل ايه طيب؟ انت بقى اللي مجنونة وقالت الادب لا احترم نفسك وعرف انت بتكلم مين؟ انا اللي غلطانة ان انا تنزلت وقعدت مع واحد زايا الظاهر بقى انك انت وليها لبط ومش حقيبها البر وليها؟ زعلتك وليها قوي؟ واللبط مزعلتكش؟ ما قلتلك حديك فلوسك اصبر عليها شوية اصبر 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 وفي حد بوزبرو النهاردة؟ شبعنا انا يا اصبر لا الحكومة عزب روزبر ولا البلوك عزب روزبر شبعنا انا يا اصبر؟ اقولنا بس عدت الباشا الصورة اللي انت وعدتني بيها الموبايل بتاع حضرتك ايه استاذا مهجأ اعني صورينا عشان انا الموبايل بتاع مفهوش كاميرا وابعتهولي بلوتوث ها؟ يلا ابتسم بقى باشا ابتسم امش انجر من هنا انجر ايه في الباب ارافض مش عاشين فضايا صحة باشا طول ما بابنا مقفول علينا حشي دعوة بينا مش كده؟ سيب الزفت المفتوح وانت ان شاء الله جايلي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي مش عطي الله يرحمه ده مش كان صاحبك اعمل له اعتبار؟ ده كان صاحب ولا نيلي ده كان حرامي وكنا واخدين اللي بيجا الشركة عشان نجيب في نسوان ولا كان فيه تاتة ولا ميحاول لحد اتجاة ولا بيحا اولا كنت باعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبين انت طلعتلي منين بس انت اللي مش عايزتراه ان انا ست وعيشة لوحدها وارمالها ارمالها اه ارمالها يا عيني اه ارمالها ولبسها فسانة سود الفسان قصاية ونجليكة طلعة ازها البنور اهو انتوا كده الرجالة تموت تحلاو وترامرموا بعد كده انت بني ادم قليل الادم انا برضو بني ادم انا بني ادم برضو هي بني ادم دي اللي دايقتك قوي وقليل الادم ما دايقتكش طب يديني فلوس وانا حامل طب وديني مانا متزاك اي حاجة اي رأيك بقى وحتخرج من هنا ورجلك فقر قابل اه 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 انت بتترامي يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت اه 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 شوية ورق عمك بالعكاة وبقى باش هيستهلوا بقى ها لطفي 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 اكيد فاعم غلط لا 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 لأ اتعلم انت اشيل من هنا وانا هشيل من هنا حاضري باشا ها اه اه لا استنى عشان ده ضالوة هنا فيه ضالوة اه اتعلم من هنا وأنا اشيل من هنا باشا باشا من عند الوراق وانا شيل من عند الراس ايه الولاة دي مجنونة يا رقفة ايوة باشا وبتاخد مهزئات مهزئات؟ ايوة باشا سيادتك يعني بتقعد تهزئ فينا على الفضي وعالمليانة هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاج؟ بقول لها انا ليه نص البيت ده راح اتوقع من طولها انا باشا شو مصدق نفسي انا بتكلم مع السيادة انا مرة شفت لسيادتك حوار في التليفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قص الكفاحك وازاي بدعت من الصفر وصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر بصة 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 رابع سايا باشا اهم حاجة في رجل